بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم السنة النبوية مصطلح تعلمه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك إلا مجاف لحضرته صلى الله عليه وسلم طيب إذا كان مصطلح السنة تعلموا الصحابة الكرام من النبي عليه الصلاة والسلام فما معناه؟ السنة هي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية والحقيقة إن كلمة السنة مرادفة للحديث لكلمة الحديث عند أكثر العلماء يعني بتعبر عن ذات الموضوع اللي هو كلمة الحديث لذلك أغلب العلماء كلمة السنة مرادفها الحديث الحديث يعني السنة وهكذا ومن يدعي زورا وبهدانا؟ إنه ما فيش حاجة اسمها سنة أذكر وأذكر ما قاله أهل العلم إن قلة البضاعة في العلم محنة إن قلة البضاعة في العلم محنة وأقول بل محنة كبرى وبالذات لو تصدر أهلها أصحاب هذا الضعف الشديد في الثقافة والعلوم لو تصدر هؤلاء الساحة بالدعاء التنمير والحق أنه تخريب للعقول وتشويش لطائلة من ورائه إلا صرف الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالطعن فيها ودي زي خطوة أولانية وبعد كده ينطلق للطعن في القرآن الكريم لأنه ده كان مصار وطريق كثير من أهل الاستشراق إلا من رحيم ربي والحقيقة إن لفظ السنة كلمة السنة كانت معروفة جدا في زمن النبوة وكان لفظ السنة شائع جدا بين المجتمع النبوي ومعروف جدا ومعلوم جدا في العهد النبوي الشريف إن كلمة سنة تعني جميع أقوال النبي عيسى والسلام وأفعاله وتقريراته وكل ما هو معنيه بالصفات الخلقية والخلقية وسيره وغزواته كل شيء فإذا أطلق هذا اللفظ يعني لو حد من الصحابة قال سنة على طول مفهوم أو ينصرف اللفظ على طول في ذهن المتلقي إلى المعاني اللي احنا شرحناها دي سابقا وإذا احنا تأملنا في نصوص المصدر التاني للتشريع وهي سنة نبوية المطهرة وجدنا إن كلمة سنة واردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحنقول المساء أمثلة على ذلك وألسنة الصحابة كذلك ولما نقول إن كلمة سنة واردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبأ أول من خط المصطلح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم وما ذكر في صفاته الخلقية والخلقية ده المعنى العلمي الاصطلاحي أول من علم المسلمين كلمة السنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى المسلمين في رحلتهم العلمية منذ نزول الوحي الأول هو القرآن الكريم والوحي الثاني وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام هما بيترسم لهم المنهج العلمي من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة النبوية المطهرة نشوف مثل في قول النبي عليه الصلاة والسلام للتلاتة اللي راحوا إلى بيوت أزواج النبي عيسى والسلام يسألوا عن عبادة النبي فالمهم هنزكر على جهة الاختصار إن واحد منهم قال أما أنا فإني أصلي الليل أبدا يعني حصلي على طول من غر انقطاع أقيم الليل على طول من غير أو دون انقطاع وقال الثالث أو قال رجل آخر منهم أنا أصوم الضهر ولا أفطر أبدا يعني طول عمر يبقى صايم يعني واصل الصيام كده يوم بعد يوم وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوه فرد عليهم لما جاء إليهم وقال أنتم الذين قلتم كده وكده لأنه هنشوف النبي بيصحح المصار لأنه شريعة الإسلام هي الشريعة اللي كلها وسطية واعتدال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التشدد ولا التشديد يحب الوسطية لأنه دروح هذا الدين الحنيف فالنبي عليه الصلاة والسلام قالهم أنتم الذين قلتم كده وكده أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر بصوم شوية وأفطر شوية وأصلي وأرقد وأتزوج النساء إلا حيعمل غير الطريق ده شوف النبي بيقول إيه فمن رغب عن سنتي يعني عن طريقتي من رغب عن سنتي عن هذا العلم وهذه التوجيهات اللي بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام سواء قولية أو فعلية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه كلمة سنة مذكورة بوضوح في كلام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وعشان ما يعدوش بقى يلعب ويقول لك ده الحديث أصله ورد في كتير من مصادر الحديث ورد في صحيح الإمام البخاري الإمام البخاري عالم حديث جليل وسرته جميلة جدا يعني من أكتر طبعا إمام عظيم في الحديث والسيرة بتاعة سيدنا الإمام البخاري عظيمة تدرس للأطفال قبل الكبار لما فيها من العزم والهمة في طلب العلم والتفرغ في طلب العلم ورعاية الأهل للأبناء منذ نعومة أظفارهم والانشغال التام بعد التام عن كل ما يلهيه عن القضية اللي هو عيش له هو أنه يتعلم ويعلم وإن شاء الله يبقى لنا قصة من الوقت نتكلم فيه عن الإمام البخاري وعن الجامع لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وهو بركة كبرى لمن تلمس وقرأ العلم في صحيح الإمام البخاري وفي غيره ورضي الله عن الأئمة أجمعين الحديث اللي إحنا ذكرناه بتاعت ثلاث أنفار اللي راحوا وقالوا إحنا مش هنصوم وإحنا هنصوم على طول الليل واحد منهم واللي قال لن أتزوج النساء يعني هذه الصورة اللي فيها التشدد وتشديد ونبدها النبي عليه الصلاة والسلام وصحح لهم كيف يكون المصار ورد في الكتير هذا الحديث في كثير من مصادر الحديث كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم والنسائي وغيرهم في العديد من المصادر الحديثية يعني حديث منتشر مسموع به معروف جدا والأحاديث في هذا المضمار أحاديث صحيحة كتيرة جدا اللي وارد فيها لفظ وكلمة السنة جاية فيها كلمة السنة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وتعالوا نشوف مروية تانية عشان نشوف قد إيه السنة دي كانت بتضبط عمل المسلمين واعتقاد المسلمين عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم اللي يأم الناس في الصلاة النبي بيوجه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء يعني كانوا مهر كده في قراءة القرآن وعلى دراية به كبيرة فيبقى فأعلمهم بالسنة يعني يبقى معاها قراءة وإتقان القرآن وحفظ القرآن يكون مع السنة كذلك يبقى فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة إلى نهاية الحديث ده مش بس النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه إلى المصطلح الأول وبيعلمه وينقشه في نفوس وقلوب المسلمين ده كمان بيتميز من تعلم القرآن وأتقنه وحفظه ويقرأه قراءة متينة إنه معه كمان السنة فيفضل غيره لما يكون معه القرآن ومعه علم السنة النبوية المطهرة وبرضو الحديث ده أخرجه جمع غفير من الأم عندك أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمدي وغيرهم كتير جدا نقلوا ورووا هذا الحديث إليه هناك العديد من الحديث الصحيحة اللي بتؤكد إن كلمة السنة في العهد النبوي معلومة بمعناها الاصطلاحي الشرعي مش اللغوي فقط بل وتعمق هذا المعنى في البناء المعرفي للصحابة الكرام بمعناها الاصطلاحي في العهد النبوي نفسه الشريف كلهم عارفين لما تطلق كلمة السنة عايز يرف سنة النبي في إقامة كذا أو في فعل كذا معلوم أن هذا فعل رسول الله في هذه المسألة معلوم عارفينها مش في جيل بس الصحابة ومن أو الأجيال اللي جاءت من بعدهم وجاء عنهم الكثير من ذلك وورد الكثير من ذا مثل ما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال شوف تعبير سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن مسعود كان من كبار اللي بيأخذ عنهم قراءة القرآن الكريم فبيقول سيدنا عبد الله بن مسعود من السنة من السنة أن تخفي التشاهد المقصود أنه أنا بقرأ التشاهد في الصلاة التشاهد الأول أو التشاهد الثاني المقصود هو الإسرار بالتشاهد وعدم الجهر بي يعني أن أنا ما بعليش صوتي وأثناء قراءتي للتشاهد سواء الأول أو الثاني وحيفهم ده ضمنا أنه ما صوتي ما بيعليش بقراءة التشاهد ووضح لنا عبد الله بن مسعود أن ده من السنة وبرضو عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخر يعني بيّن الصحابة الكرم رضي الله عنهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة كهذه التي يرويها سيدنا وهي واضحة أحد الصحابة الكرام وبيوضح ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها تعليما للأجيال اللي جاية بعد كده وأداءا للأمانة اللي عليهم لأنه هم الجيل الأول اللي خالطوا النبي عليه الصلاة والسلام وتحملوا أمانة هذا العلم وبعدين ما كان الله سبحانه وتعالى ما كان الله تعالى ليحزن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته بأنه ضيعها صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم ده شيء مش معقول أبدا فليبيقول إن فيش سنة وإنها ضيعت وإنها لم يعتنى بها كما كان العناية بالقرآن الكريم ده كلام جهل وإساءة إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وإساءة إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حملت أمانة الوحي إلى الأجيال التي جاءت من بعدهم نرجع لحديث سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه لما بيعلمنا اللي تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول السنة في الصلاة على الجنازة يعني إن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الميت الجنازة هنا اسم للميت في النعش فهو بيقول السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة يعني بنقرأ بصورة الفتحة سرا لا يجاهر بيء يعني ما يقرهش بصوت عالي القارئ عقب تكبيرة طبعا الإحرام الدخول في الصلاة ثم بعد ذلك بيكبر ثلاثا أي يعقبها بيء التكبير ثلاث مرات فيكون مجموع تكبيرات صلاة الجنازة هي أربع تكبيرات وبعد كده التسليم عند الآخرة أي بعد أن يعني يسلم بعد التكبيرة الرابعة العلم ده منين الصحابة جابوه رضي الله عنهم وأرضاه من عندي أنفسهم يعني من عقولهم بنات أفكار الصحابة ولمين ما تعلموه من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اللي كانوا بيعودوا يرأبوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما كان يقول ويفعل الدرجة من سيدنا عبد الله بن عمر بيقول يعني كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة النبي يقول مئة مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم قاعدين يعدوا النبي عيسى توسان في كل مرة بيقول لا يقل عن مئة مرة هذا الدعاء يعني شفتوا قد إيه التلقي للعلم للهدي النبوي وهو علم عظيم أدئي التركيز في حركة النبي وسكنات النبي عليه الصلاة والسلام أدئيه الحرص على إنهم يشربوا من أنوار الهدي النبوي الشريف بكل ما أوتوا من قوة هل يمكن أن يضيع هؤلاء الكرام هذا الهدي الشريف؟ هل يقول مثل هذا الكلام إنسان نثق في عقله؟ لا والله النمازج كتير بقى في نصوص كتير جدا متنوعة ومتعددة عن الصحابة استعملوا فيها كلمة السنة بمعناها للصلاحي وقلنا إنه تعمق هذا المفهوم كلمة السنة النبوية تعمقت بمفهوم أكثر عمقا الإنسان بيحصل له زي ما البني آدم في حياته بيحصل له نوع من التطور الثقافي والعلمي المجتمعات كمان بيحصل لها نفس الموضوع ده بيبقى فيه ترقي وتطور والجهل بمراحل التطور بيوقع في كثير من اللبس عدم الاتصال بالعلوم والمعارف والمناهج العلمية لفهم الحقب التاريخية العهد النبوي عهد الخلفاء الراشدين من جاء بعدهم وتتبع الحركة العلمية والعلوم التي تفجرت على مائدة الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة الإنسان لو بعيد عن فهم ذلك كله لابد أن يتخبط ولابد أن يضل ويضل وهو يدري أو هو متعمد يصنع ذلك لابد الإنسان يبقى استقراءه للتاريخ مش انتقائي إنما يبقى فيه نظرة كلية شمولية عشان يبقى فيها إحاطة إزاي ابتدوا الصحابة بيكتبوا وإزاي فهموا أن دي سنة وتعلموا منين مصطلح السنة وبقوا يعبروا به بعد ما علمهم النبي عيسى والسلام بعد ما عبر به لفظا واضحا في استعمالاته في أقواله صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك والتابعين من بعدهم كلهم فهموا أن مصطلح السنة ده مصطلح يعني كذا وكذا وكذا كما أشرنا وأصبحت الكلمة دي كلمة السنة عند الصحابة والتابعين قسيمة القرآن الكريم لأنه بيها بنقدر نفهم ما أجمل في القرآن اللي جاء مختصر في القرآن اللي مجاش فيه تفصيل في القرآن الكريم اللي محتاج فيه بيان اللي محتاج فيه تأكيد والسنة كذلك قامت بالتشريع بأمر الله سبحانه وتعالى واستمرت كده وستبقى إلى يوم الدين ولازم الإنسان يبقى عنده زي ما بنقول منهج علم وهو ده اللي احنا ماشيين به بنوع من التخفيف عشان يقدر يتابع معانا المشاهد الكريم أن المسألة متسلسلة بمنهج علمي رشيد مش إنه إنسان بينتزع الكلمات من سياقها أو العبارات من المقاطع الواردة فيها وينشئ ما يسميه تنويرا وهو تخريب وبعدين يقول للناس اتبعوني فأنا بهذا العلم عليم وهو بعيد كل البعد عن مناهج العلم الرشيدة في الفهم والبحث والنقط لأن كل دي وسائل علمية للباحث لازم يدرسها عشان يقدر إنه يتعامل بيها التعامل العلمي الرشيد مع سائر النصوص سواء نصوص الوحي الشريف أو أي نص علمي هو بيمارس عليه عملية البحث بكل أدوتها ومضامنها من محاولة نفهم المعاني أو أن أنا أبحث فيها فأوصل إلى أقصى ما يمكن أن أنا أصل فيه أو في مسألة على العملية النقدية لهذا النص سواء أنت عايز تفهم سلسلة السند مين اللي روى الحديث فلان عن فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان وإزاي الجيل الأول ده وضع علوم لضبط سلسلة السند ووضع علوم لقبول المتن اللي هو نص الحديث نفسه علوم كثيرة ومتنوعة ومتعددة وكل العلوم دي تطورت والله حارس لها والله حافظ للوحي الشريف ما يمكنش أنه يضط ضيع السنة ده شيء مش منطقي ويتجافى مع أوامر القرآن الكريم نحن نأخذ بما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام ونترك ما نهانا أن نقترب منه كيف لنا أن نعرف ذلك دون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا ابتدينا وإحنا في الرحلة دي التي شاء الله أن احنا نمضي فيها أنه نبتدي بالمصطلح زي ما أهل العلم علمونا أي منهج علمي أي طريق بتبتدي لازم تبتدي بالمصطلح فتشرح معنى المصطلح وتوضح يعني إيه كلمة سنة أصلا وبعد كده نمشي مع رحلة إزاي كان فيه توثيق وتدوين ومراحل التوثيق والتدوين وكانت اسمها إيه في كل مرحلة من المراحل اللي مر بيها هذا التوثيق الدقيق والحثيث شفنا مدرسة الصحابة إزاي كانوا فيه دقة وحرص واهتمام بكل ما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل فأكيد ورسوا وعلموا من جاء بعدهم من الأجال كيف يكون الاهتمام بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليه؟ ليه الصحابة هيعلموا التابعين بعدهم والأجيال لأنه علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة مصادر التشريع بإنها القرآن الكريم والسنة المطهرة فكما يعني أوحى الله تعالى إليه القرآن الكريم فقد أوحى كذلك إليه السنة المشرفة كما هو واضح جلي وبين في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتابة القرآن يعني ألا إني أوتيت الكتابة ومثله معه صدقت يا رسول الله صدقت يا سيدي يا رسول الله وصلى الله عليك وسلم في كل وقت وحين وكذب المدعون وخسيب مرحبا بحضرتكم من جديد ومرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون مرحبا بالجميع نذكر سادة المشاهدين بموعيد لقاءنا إحنا بنلتقي بحضرتكم من السبت إلى الأربعة في تمام الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية من السبت للثلاث بنكون مع حضرتكم على الهواء مباشرة وبنكون في رحاب تفسير الموضوعية لصور القرآن الكريم وبنتلقى أسئلة حضرتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة ويوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضرتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ندي عمارة ده اسم صفحتنا بنتلقى الأسئلة عليها تباعا بناخد مجموعات مجموعات بنجاوب عليها وبنعرض برضو يوم الأربع من كل أسبوع فقرتنا المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة وإحنا على فكرة ماشيين بترتيب المصحف ولكن من صورة الناس فصاعدا إحنا في تبارك في جزء تبارك معنا السلام عليكم أستاذة فاتن ومعنا سؤال متبقي من أمس أستاذة فاتن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حضرتك عزيزة السؤال يوجد متوسي متوسى من المدة من شكا مشاركة فهو أنا عزيزة بس هو مات بطريقة إحنا خايفين إنه كن ربناك ربنا عبيت هو يعني مات بشكل اللي اللي احنا عرفنا إنه هو بيبعث يوم القيامة على الحالة اللي هو تتوفى عليه فإحنا يعني حضرتك هو توفى هو في الحمام في ضغط المياه وهو قعد في ضغط المياه أفضل السؤال ده يعني إحنا عزيزينه تطمينه يعني هل هو حيتعذب ولا هو حيبعث يوم القيامة بالشكل ده وهو إنسان كان طيب السمعة وكل شيء ليه نظن بيه هذا الظلم حاضر يا أستاذة فاتن شكرا شكرا تعيب يا أستاذة فاتن لك سؤال آخر آه سؤال بس بسيط يعني وبنزل صلاة اللي هي الوطر أنا كنت بصليها بالإخلاص والمعوذات طب قم قالوا لأ جمت غلط وكده صلاتك بطلة فأنا مش فاهمة بزرات صح والله غلط اللي هو صلاة الوطر يا آه الوطر حاضر اللي هي بطعة تماما تقلق بالمعوذات ولا وسوط الإخلاص قالوا لأ ده غلط وكل الصلاة والصلاة الوطر دي بطلة يا سلام طيب يا سنت حاضر يا ستة فاتن أستاذة فهيمة ماشاء الله أيوة أيوة والسلام عليك إذاك حاجة نادية أهلا وسهلا أنا طلبة من حضرتك والله أنا في قرب وطلبة منك الدعاء لأولادي لنزقهم بالزوج الصالح بالزرية الصالح حاضر وأنا متبعك دايماً وبحب يعني أسمعك ربنا يحفظك ونبني إن ربنا يهدي أمين ربنا يهدي وفاق والناس يأمنوا على دعائك يا رب يا رب يجعلوا من أهل الهداية والرشاد يا رب والنبي حاجة نادية حاضر ربنا نزقهم للزوج الصالح لأننا نقل معي ثلاث بنات وحلهم يعني ومع أنهم مع تدراجات علمية كويسة ربنا يبارك لك فيه مستمتاع بيوجودهم إن شاء الله كل حال قدره ونصير أنا عايزة دعائك إليه بذلكم ربنا بالزوج بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوش البنات لا بيشتغلوا كويس كويس يشتغلوا كلهم بيشتغلوا لازم لا بيشتغلوا طيب كويس ربنا يبارك لك فيهم ويقر عينك بيهم ويهدي الشارت كده ويجعلهم كده من أهل الهداية والرشاد اللهم آمين يا رب أستاذ سعاد أستاذ سعاد أهلا أهلا يا أستاذ سعاد تفضل يا فندي أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا إزاك يا دكتور الحمد لله يا أستاذ سعاد أهلا وسهلا تفضل يا فندي أنا بحبك أوي يا دكتورة والله وربنا اللي يعمل ربنا يبارك لنا في حضراتكم أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه أنا عاودة أسأل حضرتك على سؤالي تفضلي فن بس ممكن تسمعيني من التليفون بلاش من التلفزيون بعد إذنك على القرد المقدم العائد المقدم بشهادات الاستثمار شهادات الاستثمار شهادات الاستثمار العادية أيوة شهادات الاستثمار العادية يعني تحطي مبلغ ويقولك النسبة بتاعته أد كذا أيوة طيب إيه كمان ياريت وطي التليفزيون يا أستاذة سعاد اسمعيني من التليفون بعد إذنك شوي صدى بياخد وقت قدي خلاص ده أول سؤال فيه سؤال تاني طب أنا دلوقتي يعني المبلغ ده أحط عليه زكاة مالي إزاي على العائد المقدم يعني أنت دلوقتي حط فلوسك على أصلهم ولا على الربح بتاعهم ده السؤال على الربح بتاعهم شكراً شكراً يا أستاذ سعاد يا أم يحيا حالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زيكاً بكتورة أهلاً 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 سيدة أم يحيا تفضلين لما سمحتي أنا أجوزي أحلف عليها أن أنا مكلمش واحدة ودلوقتي أنا بكلمها وهو عارف أن أنا بكلمها ده كده في يعني في كفارة ولا إيه أنا مش عارف حاضر شكراً معنا هنطلع الفاصل طيب يا أستاذي برد هنطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في أرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى ومعنا سؤال من أمس كمان أستاذي نغال مرحباً بحث حضراتكم الأستاذة فاتن بتقول إن زوجها توفي في الحمام وهي خايفين إنه دي يعني يموتها ما تكونش يعني كويسة إحنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يا ستة فاتن وده ما كان زي باقي الأمكنة إنه الإنسان من الطبيعي إنه هو يرتاد ويخش ويروح وييجي فنحسن الظن بالله تعالى وأبشره خيراً وعليكم بالدعاء لهذا الزوج الكريم بالنسبة لحضرتك ولأب أولادك نكثر له من الدعاء يا صاحبة السؤال بالنسبة لي صلاة الوتر أنت بتقولي كنت بتقريب صور معينة فقعدوا يقولولك إنه الصلاة بغير أو القراءة بغير صور معينة تبطل الصلاة هذا كلام مش مضبوط لإنه هي السنة السنة القراءة بالإخلاص بعد الفتحة طيب لو أرى المصلي اللي بيصلي الوتر ده بغير ذلك بغير صورة الإخلاص أو صلى مثلاً في الوتر بالفاتحة فقط صلاته مجزئة أيها مجزئة والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى فبما شئتي لما بتبع السنة شيء وارد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنعه في صلاة الوتر أو في غيرها فأنا بأخذ إن أنا بأجد الشيء اللي هي سنة الوتر وبأخذ عليها ثواب سنة تانية اللي هي ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم لكن لو أنا حتى قرأت الفاتحة فقط فتجزئني هذه الصلاة بإذن الله تعالى بالنسبة لي الأستاذة سعاد بتتكلم على شهادات الاستثمار وبتقول إزاي إنها تطلع الزكاة عليها أنا سألتها تقدري تطلعي على الأصل والربح قالت لا طيب بناء على اللي دايما بنذكر به من حلقة لأخرى في مسألة وظيفة البنك وإن وظيفة البنك إنها للاستثمار وإنها للتمويل فهذه الشهادات التعامل بيها جائز والعوائد بتاعتها جائزة يا صاحبة السؤال بالنسبة بقى لسؤال حضريك التاني أنا هطلع قد إيه أنا لو أنت حضرتك الأصل إن أنا بطلع على الأصل والربح اتنين ونص في المية إذا استوفت الشروط إيه استوفت الشروط؟ يعني بلغت النصاب وأنا بعرف النصاب ده إحنا قلنا إذا بلغت النصاب فأنا بشوف هنا إذا بلغت النصاب قدامي أشوف الحاجة الفلوس اللي عندي دي هشوف جرام الدهب 85 أضربه جرام الدهب 21 أضربه في 85 80 القيمة اللي هتطلع هشوف المال بتاعي يعني يبلغ هذه القيمة فما فوق وإنها مر عليها حول يعني سنة قمرية أو سنة هجرية وإنها فارغة عن ديون الإنسان وبعد كده ولم يعني ينتقص منها شيء خلال العام وظلت كما هي كده على حالها بعد ما تستوفي الشروط دي هشوف المال بتاعي استوفت فيه شروط النصاب ولا إذا استوفت فيه شروط النصاب الأصل بطلع على الأصل والربح اتنين ونص في المية أما وإن الوضع بتاعي أو الحالة بتاعتي الاقتصادية ما تتحملش أن نطلع على الأصل والربح أقدر أن أنا أنتقل إلى الاجتهاد القائل في العصر الحديث بأن نحن نخرج 10% على الأرباح فقياسا على الأرض الزراعية وقياسا على ما يخرج من الأرض الزراعية فإذا أخذت أول ما بيأخذ الربح كل شهر أو كل ربع سنوي أو وقت ما بيجيني أطلع 10% صاحبة السؤال على الربح فقط تقليدا لهذا الاجتهاد والله تعالى أعلى وأعلم بالنسبة لي كانت الأستاذة فهيمة يعني يدعو لها المشاهدين الكرام إن شاء الله ربنا يبارك لك في هذه الزرية ونلتزم بأدعية القرآن إذا نقل أنا على حد من ولادي أو شيء زواج أو خايفة على يحصل لهم حاجة يعني ما فيش التزام قوي ندعي دايما بأدعية القرآن واللي منها ربي أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي يا سلام وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين يدعو الإنسان بهذا الدعاء ويسأل الله على طول يدعي وهو مسلم لأقدار الله إمتى يفتح الباب لنا نفسي إنه يتفتح لأولادي دي بقى ربنا بيجري الأمور بحكمة لأنه عطاءه بحكمة ومنعه بحكمة وما أخذ منك إلا ليعطيك فانبسط وفرح ببناتي دول اللي أنا تعبت فيهم وربتهم وكبرتهم وخليتهم دلوقتي بيشتغلوا يعني أتمتع بوجودهم معايا وهم كمان يتمتعوا بوجودي معاهم وأدعو الله بإخلاص وثقة وحسن ظن في الله إنه يوفق البنات ويوفق هذا الشاب لما يحب ربنا ويرضى من غير استعجال ومن غير استبطاء لإجابة الدعاء يا صاحبة السؤال السيدة أم يحيى بتتكلم على إن الزوج كان حالف عليها ما تكلمش وحدة صاحبتها فهي كلمتها بعد كده هو عارف إن هي بتكلم كان حالف يعني يمين طلع هو الأولى لما يعني بيجي الزوج يغضب ويقول حاجة زي كده إنها تبر يمين ذلك الزوج ولو كانت اليمين منعقدة بمعنى إن نية الزوج فعلا يعني نية الزوج إن هي كانت بقى تهديد لك على إنك ما تكلميش فلانا دي فعلى الزوج كفارة اليمين يا ست أم يحيى الكفارة عشان بس بردو نرجعها بسرعة مع حضراتكم هي إن إحنا بنطعم عشرة أفراد عشر مساكين فهندي إطعام لعشرة أفراد أو اللي أبتدي الأول بالإطعام أو الكسوة نكسيهم كده ملابس ينفعوا يصلوا فيها يا دا يا دا أو إن إحنا نصوم بننتقل للحاجة التانية نصوم تلات أيام عند العجز عن إن إحنا نطعم العشر مساكين أو إن إحنا نكسيهم وينفع إن إحنا نخرج القيمة تلاتين جنيه على ما هو مفتبيه عن الفرد بحد أدنى وينفع كمان إن إحنا نقصتها لو الأمر يعني إيه تعذر معنا يا صاحبة السؤال الست أم يا حياة أستاذة نغم كان ليها سؤال أمس وكان بتسأل عن معنى كلمة نكير هو كلمة نكير بتكون بمعنى الإنكار أنت بتنكر على حد إنه بيعمل حاجة فكقول ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ويكون برضو بمعنى النكير بمعنى الشيء الصعب يعني أمر بقى هيمره بحاجة رهيبة يعني زي ما في صورة الحج واللي إحنا في رحابها في رحاب التفسير الموضوعي لها فكيف كان نكير يعني أمره النكير صعب شديد فبالتالي ده لذلك كان العذاب اللي لحق بهذه الأقوام التي كذبت رسلها الكرام كان عذابا شديدا من شدة ما صنعوا مع أنبيائهم الكرام من سوء ما قاموا مع أنبيائهم الكرام بالإنكار وعدم التصديق بالوحي الشريف فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يفتح لنا ولكم بكل خير الأستاذة نغم يعني من صديقات البرنامج اللي دائما بتتحفنا بأسئلة جميلة ربنا يفتح عليها وعلى الجميع وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينا نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفا اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم